قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي طروداً غذائية وملابس شتوية لعدد من الأسر السورية اللاجئة التي تقطن في خيام عشوائية في محافظة المفرق الأردنية تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه باعتبار عام 2017 عام الخير بزيارة عدد من هذه الأسر اللاجئة المتعففة ونقدم لها ما نستطيع من علاج ومساعدات غذائية وملابس شتوية تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات القيادة الرشيدة بأن نمد يد العون لكل محتاج في أي مكان وفي أي زمان